موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان حديثنا في هذه الحلقة الإيمان المسيحي هل هو معقول؟ أهلا أحبائنا مرة أخرى أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة في حلقة مضت كان حديثنا مع دكتور ناجس كندر عن الأدلة على وجود الله وحكى نقطين مهمتين أنه من خلال الحديث أن الإيمان بالله يتطفق مع العقل والإلحاد لا يتطفق مع العقل واليوم عاوزين هيك نتوسع أكتر في الحديث عن الإيمان المسيحي هل هو معقول؟ أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة رح تكون سبب بركة لحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مرة أخرى هذه الحلقة الإيمان المسيحي هل هو معقول؟ ومرة تانية معنا دكتور ناجس كندر مش غريب عليكم مألوف ومعروف وبركة كبيرة وهو كمان خادم للرب على فكرة دكتور ناجس كندر هو زميل الكلية الملكية للجرحين بإنجلترا ولكن لأهمية الموضوع لأهمية الموضوع ترك هذا العمل ومكرس كل وقته لهذا الموضوع اللي إحنا بنتكلم عنه إخوتي وأخواتي عنده كتاب الخليقة تحت المجهر يريد أنه تطلبوا هذا الكتاب ورح يكون برضو استفادة روحية وبركة لحياتكو دكتور ناجس كندر أهلا وسهلا فيك مرة تانية أهلا يا سيس نزار أنا دايما بأسعد أن يكون معك في برامجك الحلوة دي حبيب ربنا يباركك ومرة تانية بحب يعني اللي رح يشوفنا في هذه الحلقة أنا بشجعك ترجع للحلقة اللي مضت عن الأدلة على وجود الله ومش معقدة يعني بسطها كتير 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 دكتور ناجس بالصور والأدلة فممكن ترجع للحلقة اليوم حديثنا عن الإيمان المسيحي هل هو معقول فأنا بوجه لك نفس التايتل نفس الاسم إيه اللي عاوز تكلمنا في هذه الحلقة عايزين الأولي أسيس نزار نعرف إيه هو الإيمان وبعدين نشوف هل هو معقول ولا غير معقول طيب خلينا نعرف الإيمان بعض الناس بيفتكروا أن حاجة أخدها بالإيمان يعني معميات ده التعريف الغطأ مش إيمان أعمى أو قفزة في المجهول بالزابط كده الإيمان المسيحي إيمان مبني على التاريخ وعلى العلم وعلى الكلمة الصادقة والوثائق التاريخية الموثقة فالإيمان كلمة للأسف بيساء استخدامها لما حاجة مش قادرة أشوفها أقول له أصدقها بالإيمان خلي عندك شوية إيمان دي تعبيرات كلها غلط فإحنا عايزين نتكلم بقى عن التعريف الصادق للإيمان آسف ويمكن بتهيأ لهذا الجواب اللي بيجر كتير من شبابنا في الكليات أو الجامعات إن يترك الإيمان عندما يصطدم بالحقائق بالزبط والعقل لازم نفكر لأنه تحب الرب من كل فكرك فالفكر والعقل مهم جدا عبادتكم العقلية نعم فإحنا محتاجين العبادة العاقلة واللي بنستخدم فيها عقلنا لأن ربنا خلق عقلنا مش عايز يحطه على نيوترال مش عايز يقفله بالعكس ده عايز يستخدمه على طول شوفنا محدوديات العقل لكن الإيمان بينور يعني إيه بقى الإيمان الإيمان حسب تعريفه من الكتاب المقدس هو الثقة بما يرجع يعني حاجة في المستقبل والإيقان بأمور لا ترى يعني واحد متيقن التصديق والتوثيق بالضبط كده فواحد متيقن من حاجات مش متشافة ليه بقى؟ لأنها مبنية على أساس قوي فالإيمان المسيحي ما هواش إيمان أعمى ما هواش قفزة في الظلام ما هو زمان كان يقولك كأنك راكب عجلة ومغمض عينيك لا الإيمان المسيحي مش كده خالص الإيمان المسيحي مبني على حقائق لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله فهو وسيلة إرضاء الله فهو حاجة مهمة قوي نفهمها إحنا وإحنا عادين في الستوديو هنا يا أسيس نزار في موجات من الـ CNN والـ BBC وكندا موجات كتير قوي بس أنا مش شايفها إم تقدر أشوفها لو عندي جهاز أصبط الموجة بتاعته عشان تستقبل الموجة اللي موجودة ساعتها أقدر أعرف الموجة أنا بصلي إنه يستقبل الموجة اللي إحنا بنتكلم فيها دلوقتي بالزبط بالزبط فالموجة دي بتحصل إزاي بإني أنا بفهم الحقائق وبعد ما بفهم الحقائق بقدر أتعامل معاها وسدقها ولما بسدقها حياتي بتتغير وسلوكي بيتغير فهي مش بس حاجة عقلانية ولا حاجة عاطفية فقط مشاعر لكنها فيها الإرادة وده الشيء اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في حدثنا عن الإيمان المسيحي وانت بتتكلم يعني تذكرت الكلمة في الرسالة إلى العبرانيين بقول بالإيمان نفهم يعني فيه شيء اختبره واتيقن منه لأنه بيتكلم بصيغة التأكيد الكامل بالإيمان نفهم بالزبط أن العالمين أتقنت بكلمة طلق بالزبط وبعدين الإيمان ده مبني على حقائق عشان كده أقدر أفهم وأعيش بيه وأتحرك بيه لقدام طيب طالما بنتكلم عن الإيمان كلمنا عن لأنه كنا متحدث أنا وياك كنت بتحكيلي عن أنواع الإيمان بالزبط فيه الإيمان العقلي اللي مجرد أفكار تمام ده إيمان ميت لأنه ما بيعملش تأثير في حياتي وفيه إيمان تاني نوع تاني اسمه الإيمان الشيطاني وناس تستغرب وهو الشيطان عنده إيمان آه عنده إيمان بيقوم إن الله موجود ما هوش ملحد على فكرة بيقوم إنه فيه عقوبة وهنشوف الآيات دي وندرسها فكلم الضوء وتبتتكلم الآيات عم تجيزة زينة طبعا طبعا تمام وبيقشعر يعني بيتأثر فممكن الواحد يبقى عنده مشاعر وعنده حقائق لكن مفيش حمل فيه بقى الإيمان الديناميكي أو الإيمان الحي ده اللي بيشمل الإرادة وده اللي بيغير الحياة فهنتكلم عنه شيء من التفصيلات طبعا أعايز بس أوضح أهمية الإيمان ده لأنه هو ده الحلقة اللي بتوصلني لله فلو الحلقة دي مش موصولة كل حاجها تقع دعم بس زي ما أؤكد مرة واثنين وحضرتك أكدت على الحقيقة دي إن الإيمان مش أعمى مش معميات ومش الإيمان إيه يسموها إيه جودوف جابس إيه جودوف جابس دي لما يكون حاجة مش عارف لها أقولك خدها بالإيمان لأ لأ ده الإيمان ده بيوضح الحقائق بيفهمني الحقائق والحقائق دي مبنية على كلمة الله ففي الشاشة اللي قدامنا بيتم خلاص الإنسان الخاطئ بوسطة الإيمان فشوف قد إيه هو مهم ده هو دي وسيلة الخلاص فلازم يخلي بالي منها وادرسها نعم والآية اللي موجودة في قفة الثنين بالنعم أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد فهو مش أنا هبتدي أجاهد أجاهد فأوصل لله الإيمان المسيحي بيقول الله وصلي ما ده الفرق بين المسيحي والسائر الأديان بالزبط أنه في المسيحي الله هو اللي أخد المبادرة أنه يجي للإنسان بالزبط لأنه أنا لو حاولت أوصل لله فيه جاب بيني وبينه فيه فجوة الفجوة دي أنا كل ما هحاول أوصل هقع في الخطيئة فمش أوصل فالحل أن الله القدوس يأخذ جسد بلا خطيئة وبلا ملامة ويدفع تمن خطيئة ويعمل لي الكبرى ده اللي أقدر أعدي عليه من موقعي لنا فيه وهو الخطيئة إلى موقع القداة سلف الله وده يحصل بالإيمان بالثقة في حدث تاريخي مؤكد حصل لما بنكتب تاريخنا كل يوم بنؤكد ميلاد المسيح من واتفر التاريخ اللي إحنا بنكتبه تمام فالإيمان هو وسيلة الخلاص كمان مش بس الإيمان وسيلة الخلاص ده الإيمان ده أنا بعيش به كل يوم فيجب على المؤمن أن يسير بالإيمان نحن نعيش بالإيمان لا بالعيان فيعني إيه يعني بالإيمان لا بالعيان يعني بثق في الله الغير منظور أنه بيقود حياتي ولازم أكون يعني مضابط الموجة بتاعتي عشان أسمع صوت الله في حياتي من خلال الكلمة المقدسة وأقدر أتقدم لأدام فالإيمان مهم جدا جدا عشان أنه مهم لازم نخلي بالنا من وجوده في حياتنا تعال نشوف بقى أنواع الإيمان وهحتاج أن حضرتك تقرر لنا بصوتك الحلو ده بعض الآيات من يعقوب أصحاح 2 فأول نوع بنسميه الإيمان الميت اللي هو مجرد إيمان يعقوب 2 من عدد 14 لـ 17 من فضلك من آية 14 ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يخلصه إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة هكذا أيضا هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال إيمان ميت في ذاته بالضبط ففي إيمان ميت عبارة عن معلومات في المخ بس إن الله موجود وإنه في طاقة وإنه لكن في النهاية ما فيش ثمرة فده إيمان ميت ما بيطلعش ثمر ما بيطلعش حياة لكن المسيح جاء عشان تكون لنا حياة وحياة أفضل النوع الثاني إيمان شيطاني برضو في نفس الأصحاح أصحاح 2 من رسالة يعقوب عدد 18 و19 من فضلك لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون بالضبط كده فاللي بيقولك أن أنا مؤمن بالله ده لحد كده بس مش كفاية لأن الشيطان برضو مؤمن بالله وعارف أن فيه إله خالق وأنه الله هيحسبه وهنشوف أدلة على كده تاني الإيمان بقى العامل الإيمان الديناميكي اللي هو بيدخل لحياتي ويغيرها ده برضو في يعقوب أصحاح 2 عدد بقى 20 26 من فضلك ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإيمان بالضبط كده فدي بقى شيء جميل جدا ومهم في أن إحنا نفهم أن الإيمان العامل ده بيطلع ثمرة لأني أنا ميت بالزنوب والخطايا لما يدخل الرب يسوع لحياتي بالإيمان ده بيطلع ثمر الروح فلو ما فيش ثمر الروح يبقى فيه شك كبير أن أنا أخذت الإيمان الفعال ده واحتاج أراجع نفسي مش الأعمال هي اللي بتخلصني لأني مهما عملت أعمال طيبة مش هتوصلني لله لكن لأني وصلت لله لازم تكون فيه أعمال صالحة عارف أنا بشبهها بإيه بحاجة اسمها pay and display معرفش كات موجودة هنا في كندا ولا لأ إحنا لما نقف في الكار بارك بناخد تيكت من الماشين بعد ما ندفع الفلوس ناخد التيكت ونلزقه على العربية تمام فأنا لما دفعت القيمة مثلا نقول جنين في الماشين أنا بقيت مظبوط قدام الحكومة بس لو ما حطيتش التيكت برضو هتاخد مخلفة فهو الإيمان لازم يكون له ثمرة لازم يكون له عمل فعندنا ثلاث أنواع من الإيمان عشان يبقى واضح بقى إيمان ميت مجرد معلومات عقلية إيمان شيطاني إيمان ديناميكي تعالى ندرس الإيمان الميت ده بسرعة الشخص اللي عنده الإيمان الميت ده عنده تجربة فكرية بس بيقول آه طبعا لازم يكون في إله خالق يعني مش معقولة الحاجات دي كلها تيجي من العشوائية من العدم من العدم ويعرف مبادئ الخلاص آه المسيح جاه ومات وقام دي معلومات يمكن بيعيد كل عيد وكل الحاجات دي بيعملها في عيد الميلاد وعيد القيامة وكل الأعياد دي كلها لكنه ما أخضعش نفسه لعمل الرب يسوع في حياته فعشان كده الإيمان ده إيمان ميت فالإيمان الميت مش إيمان الخلاص مش هيوصلني الحاجة تعالى بقى نشوف الإيمان الشيطان ده عايزك زي ما حضرتك قرأت لنا من يعقوب 219 الشيطان يؤمن أن الله واحد فالشيطان موحد بالله هو عارف هو عارف تمام لأنه عارف تماما أنه فيه إله وإله موجود يؤمن أن الرب يسوع هو ابن الله نعم تخيل عايزك تقرأ لي مرقص 3 من عدد 11 و 12 لأنه الديمونز أو الشياطين بيؤمنوا أن يسوع هو ابن الله عارفين من هو يسوع فدي حاجة عملاقة مرقص 3 11 و 12 أوكي والأرواح النجسة حينما نظرته خرت له وصرخت قائلة إنك أنت ابن الله تخيل إن الشيطان بيعترف إن المسيح هو ابن الله بس هذا الإيمان مش هيخلصه نعم تمام الحاجة التانية بيؤمنوا إنه فيه عقاب وثواب فده نقراها فلوءة تمانية عدد 31 من فضلك فهم بيؤمنوا إنه فيه عقوبة وبيؤمنوا إنه فيه يوم للمحاسبة نعم تمانية 31 وطلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية وكان هناك قطيع خنزير كثيرة ترعى في الجبل فطلبوا إليه أن يأذن لهم بالدخول فيها فأذن لهم تمان أوك فبيبين إنهم عارفين إنه فيه عقوبة قالوا للماذا غتيت قبل الوقت اللي تهلكنا فهم عايزين يكونوا لسه موجودين في كائنات أخرى بدل ما يوصلوا للهاوية وتنتهي حياتهم حاجة تانية في مرؤس خمسة من واحد لتلاتاشر لما بيكلم عن مجنون كورة الجدد اللاجئون فبيعترفوا أن المسيح هو القاضي نعم من عدد واحد ناخد كم عدد منهم من فضلك وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور ولما لم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يذلله كان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة فلما رأى يسوع من بعيد ركد وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي أستحلفك بالله أن لا تعذبني لأنه قال له أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس وسأله ما اسمك فأجاب قائلا اسمي لاجئون لأننا كثيرون وطلب إليه كثيرا أن لا يرسلهم إلى خارج الكورة وكان هناك طبعا فطلب إليه الشياطين أرسلنا إلى الخنزير فأزنا لهم طبعا واختنقوا في البحر فبيتعامل مع الرب يسوع كالقاضي واللي يقدر ينفذ الحكم ويعمل حاجة الحالة لما بقرأ الحدث ده بتع مجنون كورت الجدريين بيقولوني جدا أنه بيجرح نفسه بالحجارة يعني self destruction هو اللي بيهدم في حياته وده الوصف لأي إنسان بعيد عن الله بيجرح نفسه بالمخدرات بيجرح نفسه بالعادات السيئة بيجرح نفسه بالخداع بيجرح نفسه بأشياء كتيرة جدا لكن الرب عايز يحررنا فده إيمان الشياطين فده إيمان مش مخلص ما يوصلنيش للخلاص والإيمان بالرب يسوع الفادي وعرفه مجيء الرب يسوع إنه جاء للدينونة أيضا بالزبط بس مش يعني رح يجي في الأيام الأخيرة أتيت لتهلكنا قبل فوات الأوان بالزبط كده فده إيمان الشياطين فإحنا شفنا الإيمان الميت اللي هو الإيمان الفكري بس وإيمان الشياطين بكل التفصيلات بتاعته الشياطين بتؤمن وبترتعد يعني فيه مشاعر جواها كمان وده مش كفاية لأن فيه ناس بتفتكر إن الإيمان مجرد مشاعر لا الإيمان أكثر من كده بكتير فيه طبعا مشاعر لكن بيشمل شيء أكبر من مجرد المشاعر الإيمان البتاع الخلاص اللي إحنا عايزين نتكلم فيه الإيمان الديناميكي الحي اللي هو بيطلع حياة الإيمان ده إيه مش مبني على معاميات ده مبني على كلمة الله الصادقة وطبعا أنت تعرضت الموضوعات في حلقات كثيرة عن صدق كلمة الله والدوكومنتيشن بتاعتها والوثائق بتاعتها إذن الإيمان بالخبر بالزبط والخبر بكلمة الله وهذا الخبر مؤكد فإيمان مبني على كلمة الله الإيمان الديناميكي ده يشمل الإنسان كله لأن الإيمان الميت بيشمل العقل بس الإيمان بتاع الشياطين بيشمل العقل والعواطف الإيمان بتاع الخلاص بيشمل العقل وبيشمل المشاعر وبيشمل الإرادة وبكده بقول يا رب أنا بتوب عن خطيتي وعايزك تمتلك حياتي ساعتها ده هيتحصل الوصلة بيني وبين الله ساعتها بكأنني زبطت الريسبتور بتاعي المستقبل بتاعي ده على الموجة اللي الله باعتها فهشوف الله والله هيتمجد في حياة الإنسان بعد كده فالإنسان في الإيمان الكامل بيكون العقل بيفهم الحقيقة القلب بيشتهي الحقيقة الإرادة تتصرف بناء على الحقيقة وده هو الإيمان اللي احنا عايزين نعيشه علشان نقدر نتمتع بشركة حقيقية مع الله يعني أنا بتذكر الإبن الضال وأنت بتتكلم تلات مواصفات ندم بالزبط حزن على خطيته بعدين مكتوب ففكر في نفسه قائلا يعني عمبي بياخد قرار أقوم وأذهب إلى أبي فقام يعني فأخذ الخطوة الإرادة فكر وأخذ الإرادة بالزبط وده اللي نتمنى أني كل أحبائنا المشاهدين يتمتعوا به مش مجرد أفكار عن الله يعني بقى بالناس يقول لك آه أنا واثق أني في قوة وراء العالم الله مش بس قوة الله شخص عايز يكون له علاقة مع الإنسان اللي هو خلق على صورة الله وشبهه فالله اللي عايز يكون فيه العلاقة دي موجودة فيه مشكلة كبيرة وهي الخطية والله قدوس تمن الخطية الموت الرب دفعه فأنا من حقي أن يكون لهذه العلاقة مع الله آمين بدي أخذ فرصة هيك نعطي فرصة للمشاهدين اللي بحب يتواصل معنا فيك تتواصل عن طريق صفحتنا على الفيسبوك عن طريق أحد الأرقام الموجودة أمامك على الشاشة وكالمعتاد من حب نسمع منك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الإيمان المسيحي هل هو معقول وأهلا وسهلا دكتور ناجي أنت كلمتنا أنه هل الإيمان يتطفق مع العقل وتكلمت عن أهمية الإيمان وأنواع الإيمان عاوزك هيك بس تعمل زي تلخيص بسيط لأنه عاوز أكمل بالأسئلة في نفس الموضوع تمام احنا قلنا الإيمان المسيحي مش إيمان بالمعاميات مش مغيب هو إيمان مبني على حقائق والحقائق دي حقائق موثقة حقائق تاريخية وحقائق يثبتها العلم كمان فهو لما بيتكلم عن أماكن في الكتاب المقدس بنسمع عنها بعد كده في الأركيولوجي في علم الآثار بتثبتها في ناس زي ما قلت في حلقة سابقة اتكلموا عن إشعياء اللي ذكر الملك أسرح الدون في إشعياء عشرين واحد وقال لك ده مش موجود وقعدوا يتريأوا على الكتاب المقدس وأنه وثيقة لا يمكن الاعتماد عليها لحد لما واحد بتاع أركيولوجي بتوع علماء الآثار فحر فوق نينوى ولقى الأصر بتاعه ده ملك أشوري والتمثال بتاعه والكرسي بتاعه موجودين في المتحف البريطاني للي حب يزورهم فأنا عايز أقولي الإيمان المسيحي مش مبني على خرافات مصنعة ده مبني على حق قوي جدا وهذا الإيمان هو وسيلة التعامل مع الله لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله وبعدين اتكلمنا عن أنواع الإيمان بعد ما عرفنا التعريف الصادق الإيمان الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى يعني واحد متأكد من حاجة تمام شفنا أنواع الإيمان فيه الإيمان الميت اللي هو مجرد أفكار في ذهني عن الله إنه عرفه كحقائق تاريخية وبس ده ما بيطلعش أعمال ما بيطلعش حياة وعن شفنا الإيمان الشيطاني الشيطان عنده إيمان بيؤمن أن الله موجود ما هوش ملحد يعني بيؤمن أن الله هو إله واحد بيؤمن أن يسوع ابن الله بيؤمن أن فيه عقوبة وفيه ثواف في الآخر وكمان بيؤمن ويخشعر فعنده مشاعر أيها لكن الإيمان اللي بيوصلني لله هو الإيمان الديناميكي أو الحي وده بيشمل العقل لازم أفهم الحقائق اللي أنا بيؤمن بها بيفهم المشاعر إن أنا عايز ألتقي بالله بيشمل الإرادة اللي بقول له يا رب أنا عايزك تدخل لحياتي بأخذ خطوة حقيقية بالضبط يعني في الرسالة إلى العبرانيين مكتوب عن أو لا مكتوب عن موسى في العبرانيين تشدد كأنه يرى ما لا يرى بالضبط والرب يسوع اقتبس عن إبراهيم رأى يومي فتهلل أو ناظرا إلى المدينة التي صانعها وبارئها هذا النوع من الإيمان الخارق يعني اللي استطاع أن يرى بالضبط لا إنه بالإيمان نرى وبالإيمان نفهم وبعدين ده بيدي يقين بالتأكد يعني أنا عندي فيلم جميل أوي عن إزاي البروتينات بتتكون في جسمنا وحاجة معقدة جدا دي ما بشوفهاش ما بشوفهاش بعيني خالص لكن أنا متيقن إنه ده صح متأكد إن دي حقيقة لإني أقدر أثبتها هل تعلم أن كل شيء في الكون مصنوع من حوالي تسعين نوعا من الظرات فقط؟ ولكن هذه الظرات التسعين يمكنها أن تندمج معا لتكون ملايين المواد لكل منها خصائصه المذهلة تأمل ذرة الكربون إنه أكثر عناصر البناء في تعدد جوانبه من كتل الفحم إلى الماس اللامة ومن الأوراق على الأشجار إلى جلد الإنسان لكل هذه شيء واحد مشترك فهي مبنية من الكربون لا توجد أي ذرة عنصرية أخرى تتماسك مثله مثل لعبة كونية لتكوين الأشكال يترابط الكربون معا مكونا مجموعة من البناءات المختلفة اكتشف منها الملايين حتى الآن وخصائص الكربون الفريدة تجعل جزيئات الحياة ممكنة فإذا غيرت خصائصها ولو قليلا تصبح الحياة نفسها مستحيلة وجزيئة الماء مذهلة كل كيائي يعرف أن الماء متميز بخلاف السوائل العادية الأخرى حينما يتجمد الماء فإنه يطفو ولا يغطس لو لم يحدث ذلك فإنه عندما تتجمد البحيرات كان الثرب سيغطس ويقتل كل الأسماك تعتمد كل الكائنات الحية على الماء لنقل الأكسجين وتحريك الطعام والتخلص من النفايات وتطول قائمة فوائد الماء وإذا قمت بتغيير خصائص جزيئة الماء ولو قليلا تصبح الحياة مستحيلة إن الذرات مصممة بصورة دقيقة جدا فكيف تكونت أصلا؟ يقول الكتاب المقدس إن الخالق غير المحدود قد صنع العناصر الأساسية لبناء الكون بتصميم كامل ليمكن الحياة والكون من الوجود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فالإيمان المسيحي يمكن إثباته في حاجات في الإيمان المسيحي فوق العقل لأنه لازم نؤمن بالمعجزة بمعنى إيه؟ إنه فيه فيزيكس وميتافيزيكس يعني إيه؟ الطبيعة وما وراء الطبيعة فالله الخالق اللي يقدر يخلق من لا شيء يقدر برضو يقيم من الأموات نعم الإله العظيم ده لما جاه وعاش بنا من حوالي ألفين سنة في الرب يسوع عمل معجزات عملاقة واحد ما عنده عين عمله عين ما بيشوفش عدله البصر ففيه حاجات طبيعية وحاجات ما فوق الطبيعة بس كلها مؤكدة كمان أنت اقتبست من الرسالة إلى رسالة يعقوب وخلينا أوجه السؤال أنا كنت أحاول أفتح على آية ولكن خلينا أسألك السؤال قبل الآية لأنه يعقوب رسالة عملية بولوس تكلم عن الإيمان أوكي بدون أعمال والرسول يعقوب تكلم عن دور الإيمان والأعمال أنا عاوز أسألك عنه في هذا الصدد تمام ده شيء مهم جدا وعملي جدا يا أسيس نزار لأنه في ناس تقولك أنا ما أقدرش أروح لربنا زي مانا دلوقتي أنا لازم أحسن حياتي شوية وبعدين أروح لربنا طبعا ده كلام مش صحيح ومش مظبوط لأن الرب عايزني كما أنا ومستعد يغفر خطايايا كما أنا الإيمان والأعمال هم يعني وجهين له عملة وحدة بمعنى أنه الإيمان هو الأساس في علاقتي مع الله لما ببتدي بالإيمان بيدخل في روح الله وبيساعدني أني أعمل الأعمال اللي تمجد الله لكن الناس اللي بتقول عندها الإيمان الميت ده أنه هو يقول أنا عندي إيمان لكن ما عنديش أعمال ده إنسان مش بيقدم الحق ليه؟ لأنه الإيمان ده لازم يطلع له ثمرة لازم يكون له نتائج ما ينفعش يكون مجرد نظريات في مخي فدور الأعمال هو ثمر للإيمان ما أقدرش أحسن أعمالي فالإيمان يجي بعديها ما يجيش دي يعني ما أقدرش أبتدي بالأعمال الحسنة وبعدين يجيني الإيمان لا والسؤال كم من الأعمال التي ترضي الله والسؤال الثاني متى أعلم أن أعمالي وصلت لنقطة أو لدرجة أن أرضيت الله بالزبط بالزبط عارف في مثال قيين وهبيل بنجد معنى جميل أوي الرب لما بعد آدم وحواء ما أخطأه وألبسهم أقمصة من جلد صنع الزبيحة وعرفهم بالتواتر بالشفاه أنه لازم عشان تقترب إليه يتقدم زبيحة قيين قدم من ثمار الأرض من أحسن ما عنده لكن الأرض دي ملعونة فكل الأعمال اللي بيطلعها أعمال ملعونة فبتكون النتيجة أن الرب لم يقبل هذه الزبيحة هبيل بالإيمان قدم زبيحة أفضل هو أقدمها بإيه بالإيمان اللي مبني على معرفة من آدم وحواء أنه عشان أقترب إلى الله لازم تكون فيه زبيحة وهو صدق كده ونفذ كده عشان كده الرب قبل لكن اللي عايز يبتدي زي قيين ويحط ثمار مجهوده ويقول يا رب شوف أنا جدع قد إيه أنا طلعت الثمار دي كلها وبقدمها لك رب هيرفض هذه التخدمة عشان كده بيقول لنا بيحذرنا أن إحنا نبعد عن طريق قيين يعني ده طريق الأعمال الميتة لكن إحنا عايزين أعمال حية هنشوف دلوقتي أنواع لأنه كمان في ملايين من الناس عم تشتغل في كأنه سلم بتحاول تحسن حياتها وكأنه القضية ميزان ومننسى طبيعة الله وصفات الله القدوس وإن حافظ كل النموس وعثرة في واحدة فقد صار مجرما في الكل ملعون من لا يثبت في ما هو مكتوب بالزبط فإذن يعني مش عملية تحسين لا لأن درجة النجاح 100% فمحدش بيجيبها على طول تمام عايزين نشوف أنواع الأعمال فضل عشان نقدر نفهم أهمية الإيمان والأعمال في أعمال النموس ممكن تقرلنا عنها في غلطية 2.16 من فضلك دي أعمال النموس ده أول نوع من الأعمال بغلطية 2.16 2.16 إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال النموس بل بإيمان يسوع المسيح تمام الآية دي حاسمة جدا الإنسان لا يتبرر بأعمال النموس فلا يمكن أبدا أن أنا أتبرر قدام الله وأخذ حكم البراءة بأعمال النموس في نوع تاني اسمه أعمال الجسد دي في غلطية برضو أصعى 5 وعدد 19 ودي سلسلة من الأعمال السيئة جدا المروعة في آية 19 وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنة عهارة نجاسة دعارة عبادة الأوثان سحر عداوة خصام غيرة سخت تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وأمثال هذه التي أصبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله دي أعمال الجسد ليه بقى؟ لأنني أنا ميت بالزنوب والخطايا فالشخص الميت ده ما تقدرش تحطي له فيتامينات ونقل دم الشخص الميت ده محتاج حياة في الأول أكيد تمام لو سبت جسدي أعمال الجسد دي هتطلع العفونة دي هتطلع السلسلة من الأعمال السيئة جدا 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 ففي ناس تقول لك لا أنا ما عنديش الحاجات الكبيرة بس بيتكلم عن الطمع بيتكلم عن الغضب بيتكلم عن الصخط فده كله موجود في أعمال الجسد فدي ما تنفعش في أعمال ميتة دي فابرانيين تسعة عدد أربعتاشر من فضلك تسعة أربعتاشر فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي بالضبط كده ففي أعمال ميتة ودي ما تنفعش إنها ترضي الله فأعمال النموس وأعمال الجسد والأعمال الميتة ما تقدرش ترضي الله إمتى بقى الأعمال تكون ثمرة لما يكون في الإيمان لما يكون في الحياة لأن الإنسان الميت زي ما قلت ما يحتاجش فيتامينات الإنسان الميت يحتاج حياة وبعدين يطلع نتائج وطيب أنت تكلمت عن يعني عن الإيمان وتكلمت عن الأعمال بالضبط أنا عاوز أصل للنقطة اللي اللي بعديها في في هذا الموضوع يعني إيه اللي عاوز توصلنا حكيت عن الإيمان أنواع والأعمال أنواع بالضبط إيه بقى الإيمان اللي خلصني اللي وصلني بالله هو الإيمان اللي بيشمل عقلي بعرف المعلومات اللي بيشمل مشاعري أوكي إن أنا بتأثر إن أنا إنسان خاطئ وعايزة توب دي فيها مشاعر بيتمثل في الإرادة يا رب نجيني يا رب أدخل لحياتي فالإيمان العامل هو اللي بيشمل ثلاث حاجات العقل والمشاعر والإرادة لما دولا يكونوا موجودين ساعتها أقدر أتمتع بإيمان الخلاص إيمان الخلاص ده يديني ثمار والثمار دي أنا بعيش بها كل يوم والرب بيهزب حياتي لما السمرة مش طلع مظبوطة بيبتدي يصلح في حياتي عشان تطلع السمرة المظبوط لكن لو سبت نفسي لأعمال الجسد مش هطلع حاجة مفيدة مش هطلع حاجة ترضي الله بالمرة لا ولا يارسون ملكو طلع بالزبط قاطعة تمام لما نجمع ما قاله رسول بوليس بالروح القدس وما قاله يعقوب بالروح القدس هنلاقي المعنى جميل جدا فأنا بتبرر بالإيمان ده الخط الرأسي بيني وبين الله بتبرر بالأعمال ده الخط الأفقي اللي هو بيظهر للناس طب أنا بقول لي إيمان واللي علاقة بالله الناس هتعرف دي منين من الأعمال ومن ثمر الإيمان فهم خط رأسي تبرير قدام الله بالإيمان بالمسيح خط أفقي تبرير أمام الناس بالثمر فالخطين دول متكاملين ما أقدر شقول الخط الأفقي ده هو أن أنا أتبرر قدام الناس يرفعني للخط الرأسي مش هتيجي ثمار الأعمال في حياتي الآية اللي اقتبستها في رسالة أفسوس إصحاح 2 لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد على طول آية 10 مكتوب لأننا عملهم مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد صبق الله فأعدها لكي نسلك فيها بالمقابل في الأعمال الصالحة في أعمال الإيمان في أعمال البر كمان يتكلم عنها الكتاب المقدس وبعدين الله أعدها عشان نسلك فيها فده شيء جميل جدا لأنه بالزبط كده وبعتقد أني أحسن حياة للإنسان المؤمن أنه يكتشف إيه اللي ربنا عايزه يعمله في حياتي وعمله وبعدين هو أعدها في ناس قاله يبقى احنا كده اللي بيعمله مسابقات أولمبياد بالعجل لازم التراك يكون مجهز لو التراك ده مش مجهز المسار ده مش يعرفه يتسابقه بالعجل فالله أعد الطريق يعني ما عنديش حجة أقول له يا رب أنت ما عطتنيش الإمكانيات أن أعمل ده لا هو أعطاني بس علي يكتشفها وعملها والشيء الجميل يا أسيس نزار أن الله مش عنده خطة واحدة لكل المؤمنين في العالم لكل واحد بذاته لكل واحد بظروفه عشان كده كل واحد لازم يكون عنده الحساسية لصوت الله في حياته عشان يعرف الرب عايزني يعمل إيه ويعمله لو ده حصل هتكون دي قمة السعادة ففي جملة عجيبة جملة حلوة مش عجيبة جملة بحبها قوي بنقول أن احنا لسنا مخلصين بالإيمان بالإضافة إلى الأعمال ولكن بالإيمان الذي يعمل هاي جملة باللغة الإنجليزية كتير جميلة we are not saved by faith and works we are saved by faith that works ده أنا اللي كنت عايز أقول كده والحمد لله أنها من ترجمة بالعربي كمان لأنه الإيمان ده لازم يشتغل لازم يكون له ثمر في حياتنا في مثال أو أمثلة كتيرة عن الإيمان العملي تفضل منهم منهم إبراهيم طبعا اللي هو أبو الإيمان يعني بتكلم عنه في رسالة العبرانيين بيقول بالإيمان قدم إبراهيم ابنه إسحاق كذبيحة وكان واثق بالوعود اللي الله وعدها ربنا وعده أنه يكون فيه نسل والناس ده تبارك في جميع قبائل الأرض ده وعد عملاق جدا جدا نعم وفي مرحلة هو يأس وقال له ليت إسماعيل يعيش أمامك يا رب خلينا عمليين كده وخلي بس إسماعيل يعيش ده يبقى رضي لكن رب عنده وعد وبعدين لما اختبره وقال له تقدم ابنك إسحاق بكر في الصباح ابنك وحيدة وحيدة الذي تحبه يعني بكل وضوح سمع صوت الرب وراح يقدم ابنه وبعدين بيكلم كاتب العبرانيين وبيقول أنه وثق أنه هياخد ابنه من الموت مع أنه ما شافش حدثة إقامة موتة قبل كده لكن بالإيمان ده بقى الإيمان العملي وكلنا عارفين الأحداث فرميا كمان بالإيمان آمن بالذي يحيي الموت ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة بالضبط دي الآية فعلا اللي أنا كنت عايز أشير إليها فبكده بنفهم أنه كان عنده الإيمان ولما عنده الإيمان عمل خطوة عملاقة عملاقة صعبة معقدة جدا لكن الرب في النهاية بيقول أنا علمت الآن علمت الرب عارف من الأول بس الفكرة علمت أنت أظهرت إيمانك وده اللي قلتلك الخط الرأسي والخط الأفقي اللي هو التيكت اللي باخده لما أدفع الفلوس بتاع الباركينج أنا بقيت جستيفايد يعني قدام المشين مبرر قدام المكان اللي قالت ادفع جنيه ودفعت الجنيه لكن لازم أخذ التيكت والزقه على العربية تفعيل وتشغيل الإيمان بالضبط كده يا أسيس نظار ده تعبير جميل جدا لأن المشكلة اللي الناس بتاع فيها أن أنا حاول أحسن تصرفاتي علشان أخذ الإيمان لا هو العكس صحية فأنا عاوز أرجع لك السؤال الأول يعني هل الإيمان المسيحي معقول تمام يعني وهذا اللي عاوز يعني نوضحه طبعا معقول لأنه يعتمد على الفكر زي ما قلنا العقل لازم تكون فيه معلومات والمعلومات دي لازم تكون معلومات مصبوطة وإزاي أتحقق من أنها معلومات مصبوطة بالعوامل التاريخية وبالعوامل العلمية ودي حلقات كتيرة استخدمناها قبل كده والناس ممكن ترجع عليها مرة تانية فهو معقول جدا لأنه مبني على حقائق لأنه بيسألونا معقول أنه الله خلق كل الكون بستة أيام يعني معقول معقول الطفان يعني بالزبط معقول الثالوث معقول أنه المسيح يصلب معقول أنه المسيح هو الله وهذه الأسئلة الكثيرة تمام فيه واحد جاني إحنا عندنا زي مركز كده للشباب فجاوي في قدامه وقال لي أنا عارف اسمك إيه اسمك ناجي إسكندر أنت بتؤمن بالخليقة أنا مش هسلم عليك ملا قلت له أهلا وسهلا قلت له عارف أنت لو مش بتؤمن بالخليقة عليك تؤمن بإيه أنه في البدء لم يكن شيء وهذا اللاشيء انفجر وعمل كل شيء ده كلام مش علمي أنا عندي بداية أحسن بقى في البدء خلق الله السماوات والأرض البدء هو الزمن الله مصدر الحياة والقوة السماوات والأرض هي المادة والفضاء فالعدد الأول من الأصحاح الأول في سفر التكوين أكثر علما من أنه في البدء لم يكن هناك شيء وهذا اللاشيء انفجر وعمل كل شيء الراجل كان مليان غضب وعدم استقرار في حياته اتكلمت معاه بكل رفق على قد مقدر وسبني ومشي فاللي عايز أقوله أنه بالإيمان نفهم الأمور ده أحسن من أنه في البدء لم يكن هناك شيء طبعا والله شيء انفجر وعمل كل ده ده مش منطقي ومش عقلاني لكن الإيمان المسيحي اللي مبني على كلمة الله منطقي وعقلاني فيه حاجات بقى فوق العقل لازم ندرك كده تماما أنه فيه حاجات لأنه إحنا بنتعامل مع الله الغير محدود وإحنا محدودين فبالتالي فيه أشياء هتكون في منطقة ما خارج حدود العقل مش ضد العقل لكن فوق العقل وده شيء مهم نفهمه إنها بما أنها فوق العقل علي أن يكون عندي الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى زي إبراهيم ده اللي عمله ده فوق العقل فوق العقل مش الطبيعي أكيد لكن هو ده الإيمان العامل والإيمان العامل بالمحبة أكيد فالإجابة على سؤال الحلقة طبعا الإيمان المسيحي معقول جدا ومبني على حقائق تاريخية وعلمية التفاني اللي حضرتك ذكرته الأدلة عليه عملاقة يعني أنا عاوز أصيغي السؤال إحنا كنا أنا وياك مرة في رحلة مع بعض زرنا فلك نوح يعني الريبليكا الريبليكا وين بكنزس بكنتاكي بكنتاكي سوري وبعدين بعد ما زرنا يعني يعني اللي بيقدر يروح يشوف فعلا شيء جميل جدا التفاصيل الدقيقة ولكن هناك فيه كمان إذا ذكرت بتساعدني متحف آه متحف الخليقة وبعدين آه متحف الخليقة وذكرت عن سبع سبع أزمنة آه سبع أزمنة وأختنا من الأول للآخر للآخر بالضبط الخليقة وبعدين الفساد أو السقوط وبعدين توفان نوح الكارثة وبعدين التشويش برج بابل وبعدين المسيح وبعدين الصليب وبعدين الاكتمال فده تاريخ الكتاب المقدس كله أكي هقولك مثال بسيط على توفان نوح وفولكنو كان توفان عالمي غطى العالم كله أيها أثر على طبقات الأرض القشرة الأرضية تكسرت الحفريات اللي بنشوفها دي وترتبت ففي حاجة اسمها الموريسون فورميشن في أمريكا بيشمل 13 ولاية بتلاقي فيه عظام لديناصورات مع عظام لكائنات مائية إزاي الكائنات المائية دي مع الديناصورات موجودة جوه الصخرة معنى أني فيه مية موتتهم ودفنتهم مع بعض تلاقي على قمم الجبال العالية تلاقي كائنات مائية متحفرة ألاسكا أه بالزبط أه وفي الهملاي وأنا شاء اتبعيني كمان فدي إزاي طلعت على الجبال ما كانش فيه أسنصير ولا سلم تطلع ده معناها أني كانت مغمورة بالمية وماتت الكائنات وتحفرت بسرعة وبعدين ترسبت ولما ترسبت إحنا دلوقتي بنطلعها كحفريات الأدلة كتيرة قوي لو فتحنا في كل موضوع منهم نعرف متعياني ومشانيك أنا بشجع يعني فعلا أنه تفوت على السايت وتتفرج على حلقات الأخ ناجي اسكندر وتراجعك تسترجع بعض الزكريات والحلقة اللي إحنا عملناها معا يا أسيس نزار موجودة على الويب سايت بتاعكم فدي برضو هتفرجنا عن الفلك وحجم الفلك وإزاي يتحمل البياه الكتيرة دي والمية جات منين وراحت فين عندنا إجابات علمية أطلب من الفريق حطولنا إياها على السايت كمان مرة دي ياريت فالإيمان المسيحي مبني على المعلومات الصديقة فإحنا بنتكلم التفان بيتوصف نقدر نفهمه بالعلم التطبيقي الحفريات بتؤكد حقيقة الإيمان المسيحي لأنه ما فيش الحلقات المتوسطة دي اللي بيقولوا عليها لأن إحنا لو جايين من السمكة اللي تحولت لكائن آخر وحفريات وكده لازم يكون في حلقات متوسطة بينها ما فيش فالأدلة العلمية كتير جدا فالإيمان المسيحي مبني على وثائق تاريخية على حقائق علمية مبني على التأثير في حياة البشر أيوة صح الإيمان المسيحي ليه تأثير على حياة البشر فلما بيعمل هذا التأثير بنشوفه في حياة المؤمنين اللي بيعيشوا للرب فالإجابة على أنوان حلقتنا نعم الإيمان المسيحي معقول جدا جدا وتأثيره على حياتنا بيغيرها وده الأساس الكبير في كل ده عايز أقول حاجة عن الإيمان برضو لأنه بعض الناس بتسيء استخدام الإيمان بمعنى أنه يقولك مدام أنا مؤمن يبقى الرب هيعمل لي كل حاجة أنا عايزها كأن دي يعني شهادة تأمين بخدها لما آمن الرب موعدناش بكده قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق فأصحاح الإيمان اللي هو أصحاح 11 من سفر العبرانيين من رسالة العبرانيين بتكلم عن بالإيمان قهروا ممالك بالإيمان صنعوا قوة بالإيمان أخذوا أموات إلى حياة لكن بالإيمان برضو كانوا بيجولوا في براري وسخور رجموعة تانية من رجال الله ولكنهم عايشين بالإيمان برضو رجموا نشروا نشروا بالزبط حاجة صعبة جدا طبعا فأنا عايز أقول أني مرات كتير بنقول مدام عندي إيمان يبقى مثلا عايز أشتري عربية ربنا هجيب العربية طبعا ده مغلوط بالزبط ده مش الإيمان طبعا بالزبط بس إن أسف ده بيسيطر على أفكار ناس كتير أنا عارف عارف وده شيء مش مدالة حكناه في حلقة أنه عم بيقله الإنسان كأنه الله زي كمبيوتر عند الإنسان ويعني بيقبس على الزرار وخلاص كأنك قدام الكاش ماشين وبتدوس الرقم بتاعك والفلسطيك ما هوش كده الإيمان ما هوش بالطريقة دي بالمرة الإيمان ده ممكن يسمح الرب ببضيقات وبصعوبات بس بالإيمان نعيش جواها الإيمان مثلا في حياة يوسف في فترة طويلة أو لو خدت سناب شوت كده هتقول لك فين ربنا ده ربنا مش موجود إزاي سيبه يتعرض لكل الظلم اللي وقع عليه لا الإيمان ده خليه يكمل يكمل عشان خطة الله الكبيرة اللي بتحسن فالعايزة أقوله الإيمان ما هوش المفتاح السحري اللي يحللي كل مشاكلي لكن يخليني أعيش بالإيمان في وسط مشاكلي واستفاد منها ففي مثال جميل قوي في أعمال الرسل أصاح 12 لما يعقوب الرسول يعقوب اتمسك وهيرودس الرجل المفتري ده قتله بحد السيف هيرودس أغرباس الأول بالزبط وحط بطرس في السجن استعدادا لقتله الكنيسة كانت بتصلي للاتنين نعم بس واحد اتقتل واحد نجم للسجن لأن خطة الله في حياة الشخص ده هي كده وخطة الله في حياة الشخص التاني اللي هو بطرس مختلفة فالعايزة أقوله إن الإيمان العملي يحتاج مننا إن احنا نقول لتكن ماشيئتك لأن خطة الله أكبر من تفكيري وخطة الله أكتر من كل المعطيات اللي أنا عارفها فبالتالي لازم وانا بعيش بالإيمان مع الله لازم أقوله يا رب لتكن إرادتك فعندنا إيمان الخلاص وده كلنا متسويين فيه فالرسول بطرس بيقول إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا فإيمان الخلاص متساوي اللي هيدخل الرسول بطرس هيدخل أصغر مؤمن بالمسيح نفس التكت الإيمان العملي بقى ده بيختلف من واحد للتاني في واحد عنده ثقة في الرب والرب بيدربه أكتر وبيحركه أكتر في واحد الثقة بتاعته أقل فعايش في حدود ديئة من الإيمان ففي إيمان الخلاص والإيمان العملي علينا نفهمهم الاتنين مع بعض ونعيش بهم مع بعض وفي ناس مدللين بالإيمان برضو الله بيتعامل معهم وفي ناس اللي بتشكلوا يعني عارف وانصهروا في مدرسة الإيمان طبعا طبعا وإحنا بين يدي الله الفخاري الأعظم اللي مش بيعمل حاجة غلط أنا كنت بزور واحد فخاري وتشوف الإناء اللمب في كلاي دي اللي بياخدها وإزاي بيحركها على الدولاب مرات بسرعة قوي مرات ببطء مرات بيشيل حتت ومرات بيضيف حتت وفي النهاية بيخرج إناء جميل فده تشكيل الإيمان في حياتنا يا أسيس نظاري علي أن يكون مطيع لأنني لو ما كنتش مطيع كل حاجة الرب عايز يعملها هزرجن فيها فالرب مش هيينبوز علي مش هيفورست علي فهحتاج أني أخد وقت أطول في التدريب يعني إحنا في حلقة سابقة قلنا عن الأدلة على وجود الله وبهاي الحلقة هل الإيمان المسيحي هو معقول لو بلاك تعمل هيك شيء تلخيص في دقيقة أو أكتر شوي إيه اللي عاوز توصله لكل مشاهد يعني اللي عايزين نوصله يأسيس نظار هو الآتي إن الله موجود والأدلة على وجوده قوية ودامغة جدا 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 ولو خدنا مبدأ الإلحاد إن الله مش موجود ونحاول نفسر العالم العلم هيقف ضدنا لأن الحياة تأتي من حياة فما نقدرش نصنع حياة من متفاعلات كيموية فلازم نفهم أني فيه إله خالق وهذا الإله الخالق إله فادي أيضا وده جمال بقى الإيمان المسيحي ليه؟ لأن عشان أعرف الله الخالق بس ده شيء مرعب لأن أنا ما نفستش وصياء فأنا هترعب أن أقبله لكن الإيمان المسيحي بيقدم الله الخالق والله الفادي علشان كده الإيمان المسيحي معقول الأدلة على وجود الله معقولة وحقيقية الخطوة بقى العملية أني أنا أستمتع بهذا الإيمان فمش كفاية أن أنا أسمع وأعرف كيف أستمتع بهذا الإيمان ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب دوق بقى عارف ممكن يبقى الشاف اللي بيعمل أكل محترم يكون عنده أنيميا ما بيدوقش لكن أنا لازم أدوق وأعيش هذا الإيمان ودي الخطوة العملية بقى المهمة فأنا لو أنا جعان ما تدينيش كتابة عن المعلومات الأكل والغذى والفيتامينات والكربوهايدريت ممكن أقرأه وبعارفه كله في مخي بس أنا مش أبعان أعمل سندويتش وأكله ويبقى شبعت فالإيمان بقى من الحلقتين اللي احنا عملناهم مع بعض يا أسيس نزار عايزين نوصل الأدلة على وجود الله دامغة عملاقة وإحنا قدمنا جزء وفيه أجزاء تاني كتير اللي عنده أسئلة نرحب بيها بالمناسبة الإيمان المسيحي بقى إيمان عاقل وإيمان عملي وإيمان ممكن جدا يخلي حياتي تتغير بس علي أن أحط الإرادة لأنه يشمل الفكر يشمل المشاعر يشمل الإرادة أمين 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 ربنا يباركك أخ ناجي فعلا ربنا يباركك وأنا بصلي من كل قلبي أنه يتجاوبوا مع هذه الرسالة العملية كمان يعني مش بس نظريك رسالة عملية وأنا بشجع أن يفوتوا على الحلقات اللي مضت عملناها مع بعض حتى تتكون فكرة أكبر عن الحلقات اللي أكدت فيها بكل مصادر ووثائق يعني فعلا أن وجود الله وأن وجود الله في حياتنا بيتفاعل وبيتواصل أيضا مشتاركنا ربنا يباركك يبارك خدمتك وشكرا جزيلا وربنا فعلا يستخدمك شكرا إخوتي وأخواتي مش عارف يعني كيف بدأ أقول الكلمة مستصعبها ولكن هذا رأي الكتاب قال الجاهل في قلبه ليس إله فسده وطبعا الكتاب المقدس بعلمنا أنه إحنا في حرب روحية لأنه عم بغيره كل المعايير وكل المقييس قاله لأله أبعد عننا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر والكتاب واضح أنه في البدء خلق الله السماوات والأرض فإذن أحبائي والسماوات تحدث بمجد الله والكتاب بعلمنا أنه هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين أن ننتقم على كل عسيان ما تكمل طاعتكم فإذن هذا يحتاج إلى إعلان إلهي لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح وبأكد لك ملايين من الناس والعلماء اللي صدقوا آمنوا وأصبحوا مسحيين وهذه صلاة أنك اليوم تؤمن وتثق في الكتاب المقدس وتحط ثقتك في يسوع المخلص ترجمة نانسي قنقر